على وقع انفجارات عنيفة وصلت الحكومة الجديدة مطار عدن الدولي بعد أيام من أدائها اليمين الدسورية عشرات القتلى والمصابين سقطوا جراء الهجمات التي لم يعرف مصدرها وما إذا كانت قصفا صاروخيا أم تفجيرات من داخل المطار لكن هذه الانفجارات التي تزامنت مع لحظة وصول الحكومة الجديدة تنذر بمرحلة جديدة قد تعيشها عدن والمحافظات المحررة مصادر حكومية ومحلية أكدت نقل رئيس الحكومة والوزراء المرافقين له إلى قصر المعاشق في عدن وسط أنباء عن تعرض بعض المسؤولين لإصابات محدودة فيما أكد وزير الإعلام معمر الإرياني سلامة أعضاء الحكومة واتهم الحوثيين بشن الهجوم هذا الهجوم الكبير الذي استهدف صالة المطار كشف الحالة الأمنية الهشة التي تعيشها العاصمة المؤقتة في ظل السيطرة السعودية الإماراتية وأعاد إلى الواجهة التحديات الكبيرة والمخاطر التي تواجه الحكومة الجديدة التي ولدت بعد مخاض عسير وصراعات سياسية وعسكرية مع ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا وسبق هذه العودة المثيرة للحكومة قرارات ترضية للمجلس الانتقالي أصدرها الرئيس هادي أبرزها تعيين العميد مطهر الشعيبي مديرا لأمن عدن خلفا لللواء أحمد الحامد الذي رفض الانتقالي تسليمه منصبا ناهيك عن مكافأة مدير الأمن السابق التابع للانتقالي شلال شايع ملحقا عسكريا في الإمارات وأمام هذا الواقع المأساوي والتحديات الأمنية والوضع الاقتصادي المتدهور وحالة الانقسام يطرح السؤال هل تصمد الحكومة الجديدة في عدن أم يراد لها العودة إلى الرياض